شكرا للمغرب سيجما كونساي البرومتر السياسي لشهر فيفري 2022 50% متوينس يعتبروا أن تونس تصير في الطريقة الصحيحة التشاؤم غالب عند النساء وطبقة الشعبية والشباب أولويات التونسي اقتصادية واجتماعية بالأساس عنونة المغرب وغلبة التشاؤل عند التونسيين 50-50 50-50 67% وانعدام الكل لثيقة راشد الغنوشي منين نبدأوا يا جماعة هو موضوعنا اليوم هو موضوع أي زوز ولا ثلاثة ولا أربعة ولا عائلة تونسية ولا طاولة ولا صفرة نهر حد ولا قهوة إلا لي هو تونس وين ماشيا ينجم يكون السؤال سهل لكن هو موجود في دوائر دبلوماسية موجود في دوائر قرار موجود في صحافة عالمية موجود في ديز انستيتوت غشارش موجود في اللي ميديا موجود تونس وين ماشيا رئيس الجمهورية نبدأ معك سحبي سياسيا ومباطن تحلو الغيرو من التحليل يقول فما خارطة متع طريق خارطة الطريق تمشي إلى استشارة وطنية تاخو منها تاخو منها ديسمبر 22 إلى أي حد هذا سوتنابل إلى أي حد هذا هو الطريق اللي يبدو واضح أوتوكا اللي يقرأ يقول أهاي محمد الفاتح يزل الثمانيين وزادم على القسطنطيني وتقول الأسطورة يمكن صحيحة ممكن غلطة أنا بالليقاء نشوفها في تونس نقول إنها ممكن تكون كانت صحيحة لأنه فما عدو جاي القسطنطينية بشطيح والليبريتر أرتوكس متع القسطنطينية لهين اللي يفرقصوا على جنس الملائكة نحن اليوم في تونس بغض النظر على 25 جوليو وما حصل من تركيز سلطات ديكتاتورية في يد رئيس الدولة بموجب الثمانين لا أحمد محفوظ يقول موجب الثمانين هي ديكتاتورية مؤقتة لا الديكتاتورية المؤقتة الهدف من الفصل الثمانين ومن المزور دي سيكونسطنس أكسپشنيل بورفيرفاس ومزور أكسپشنيل هو جوريديك بمعنى الحفاظ على المنظومة اللي حطت نوع من الفلسة اللي النجم وننزلوا عليها بش نمنعوا المنظومة هذيك بي استعمل رئيس الدولة لفصل الثمانين حجة لفصل الثمانين بش يضرب نفس المنظومة هذي يخليها على جنب فما تركيز سلطة ديكتاتورية اليوم مش بالمعنى الاستبدادي ماناش في منحة استبدادي سيستيماتيك ولكن في منحة ديكتاتورية تركيز كل السلطة في يده قاعد مش في اطر العادية ولكن قاعد يبني فيه بشوية بشوية من خلال التمكن من الدولة من خلال فرض المسار هذي اللي هو على كيف وهو ويناسب المشروع متاعه هو ولكن هذا كله مش مشكلة يتناقش المشكلة هو انه هناك خطر انهيار اقتصادي ومالي على البلاد التونسية ومنظومة الحكم الحالية اللي على رأسها رئيس الدولة ما في بلوش بها او على الاقل انا الانطباع اللي عندي انه ما في بلوش بها ما فاما حتى فعل سياسي ما فاما حتى فعل اتصال سياسي يدل على واعي بالمشكلة هذية الاشكالية اللي انا مقلقتني هو انه اذا كان لقينا اكار مع الفامية كارثة اذا كان ملقيناش اكار مع الفامية كارثة وفي الزوز حالات هذوما ما فاما حتى حد قاعد يقول لنا كيفاش في البلاد او ولا في البلاد بي كيفاش في نتصرف ممتاز دونك هذا في البداية هالي جايك سي حسن سي حسن مواش نربط مع كلام سي محمد يقول يقول احنا وكأننا ناس عايشين في بحبوحة مفرهدين قاعدين نقولوا يجا نقولوا ايجا يا جماع يجا نفكروا في الديمقراطية جديدة يجا نشوفوا مقاربات جديدة تونس عندها اللوكس نجم تتقعد على روح تقول كيفاش نعمل قانون انتخابي يخلي التونس برمجي نجم يخلط يمث الحوم ولا العماد ولا هذي من المقترحات رئيس جمهوري يقول صحابي الخلفوي يحذيري يا جماع روح نجم تتيح اللعبة الكل تتكسر شو رأيك شوف اي هو انا حبيت نبدأ بالسؤال متاعك حبيت نجا نجاوب على سؤالك الأول وين احنا وين ماشي تفضل مش ناخذها بطريقة ايماجي مع تلك الصورة تصوروا احنا طوال اليوم فما دار تبنت بالمعوش تبنت بالمعوش ومتجبت تسخيل فيها وما هاش ارغونوميك ودخل بعضها منظومة 2001 وحديش دور منظومة 2001 معوش اتريكي اتريكي جاء واحد جاء واحد جاء هدمها وقعد يهدم فيها وما زال ما كاماش تهديم تاخذ نهاري انت في ايام بش تهدم دار لكن هو عنده ان بلان تخشي تكتور هو ستان اخشي تكتور عنده بلان برشا ناس تخسيب اللي مفاميش بلان هو البلان موجود وتقال قبل برشا ناس تنسى شنو قال قيس عيد عام 2011 2014 2019 عند مادام زانتور في جريد شرع المغاربة تدقيق قال بالضبط شنو نحب ونحب الناس ترجع اللي يكتبوا وذلك هو البروغرام وذلك هو الارشتكتور احنا شنو مشكلتنا اليوم اخلينا تسألت سؤال انتي جيت اليس جيت شتركة شانتي داخل بعض وخاطر الدار قادة تطيح على بعضها وكل شي وماكسترا في البلون ماكسترا في البلون تقول وين ماشيها شنو تكسرو فيها وإحنا شكون مشي بنيها وكيش نبنيها وكل شي وفات بيش تتبني وقعد تتبني لكن المشكلة متاحها اللي السلعة مش موجودة اللي 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 ماعمل عليه بشي بني الدار ماهوش حاضر حت شاي لو حاضر علش لانو فما تجاذو بيت وفما موش متفاهمين على كيفيش نبنيها وين الشرفة نحطوها وين قبل الدار شباك وين مش نحلو دوك ان فات اليوم جيت انتي فكل معمى بتاعت تكسير اذاك وطحط تقول وين ماشيين كي انك تغضي النظرة على انو فما معانتها اللي هو الاخش تكتور وهو موجود وكذلك تغضي النظرة على كونه فما تجاذو بيت كبيرة كل واحد حبيت بك الدار كل واحد حب اوريونتاسيون بتاعها واحد حبي يقبلها للقبلة اللي اخر يحبي يقبلها الموسكو اللي اخر يحبي يقبلها للبغداد اللي اخر يحبي يقبلها لتونس العاصمة اللي اخر يقبل عيروان كل واحد يجب دو منشيرة وذو ما اللي يحبوا يقبلوا حياتهم كاملة جوفيني لاتسو بالقراءة السياسية كلهم كلهم جايين من مدرسة شمولية الكل الكل نقوله الصحيح نقوله الصحيح القومين العربيين اخي بش يحملوا انو فما عبداخر غير قومي عربي ولا بعثي عايش معاهم لا يعني مشروعه كامل الاسلامي اسلام معده ما فهم حتى حل اخر من غير الدين الاسلامي وشرائعه وكل بعد وشيوعين نفس الشيء كل شيء ولا لا ليبرالية لا رأسمالية لا والبلونت تاعة الشيوعية في تونس اللي الشيوعية نقول شيوعية معده موية ترسكية لينانية مكسية قيس عايطرف تحطو في الاشيكية قيس عايط انا احطيني ترح احطو في القالب هو ابن السبعينات ابن السبعينات مبني على وقت سبعينات القرن الماضي يزي سبعينات القرن الماضي انا نجيك انا نجيك انا هاو كيفاش عندك في السبعينات اول السبعينات ساعة شنون يساير انه اليسار ربي يسامحوا اليسار التونسي افتح باب اللي هو من بعد الاسلاميين استعملوه برشا ودائما اليسار يفتح البيب الاسلاميين في تونس قال قال انه استقلالنا مهوش استقلال مش حقيقي والورقة غالطة وصفقة اليسار افتح البيب لك الاسلاميين ثم اتنسوه اتنسوه لا لا كل كلمة قولة موزونا راه يوم عشرين مارس مطلع حتى عالم في تونس الجمهورية وقتها انا تعديد في التنزو قل مش معقول انه صغاري مهمش ثم شنو هو السبعينات جيتك كل جو متاع السبعين ذاك تاع الثورة الايرانية هو جون جاك جولدما عمل عليه غنيه برشا نيز راوها كيينها ثورة مهي ثورة اسلامية او السنس بعدها تيولوجيك دو تير معا تيوكراسي ثورة فيها جانب اشتراكي جانب اجتماعي هو زادا غازلته هالومور هذه دوك انفت هو سجين وقته اكل وقت التسابينات الي قعد علي لانه هو انه فيجي دان سا مانير دووار وقعد غادي وحب حب على تونس تعيش على ديمقراطية تمثيلية مباشرة وين الدولة تكون اجتماعية لكن لكن تنفي وجود الاحزاب والبرلمان كيف ما احنا نقرأ وكلاسيكما انه الاحزاب هي اللي يتمثل الشعوب ولا طموحاتها ولا ديولوجياتها كستغ فهمنا رواح اليوم عنا ارشيتاكت العبيد عليش واخر كلمة عليش ماشيا معاه 67% تقول علي كل نهار نحنا الناس قولونا كيف على خاطر 67% من التونسيين يروا انه هو يديه نظف وهو معلتها ما هوش مسؤول علي صار العشرة سنين يعطيه الوقت وخاصة عن ظفة متاعه لانه لانه التوينسة تالبين اكثر شي من اي سياسي اليوم اي سياسي مش انه يعرف الاقتصاد ولا يعرف انه يكون نافذ قصار رسون ترون على التونسي نرجع للتونسي طالبين من هو يقول تونسي اولوياتي اولوياتي اقتصادية واجتماعية بالاساس ينطرته احنا طالبين من استشار واستفتاء وانتخابات ويفكر في مستقبله ومستقبل الزغاء وقلونه اسمع رو لازمك تعاود تبني تبني طريقة العيش المشترك ورئيس الجمهورية عنده فيه ثقة هو التونسي من هون ممتوق قاعدين نقولوله اسمع يا تونسي رو انتي تاوا في العام ذايا 22 حضر روحك بش تمشي للخلوة وبش تقول لنا الدستور هذي يساعدك وإلا ما يساعدكش وبش تقول لنا شكون الحزب اللي غدوا بش يطلع البرلمان وتنقلولك قانون لعبة كيفاش التونسي في هذا الكل في المعادلة هذه الكل قبل لما نمر النقطة ذي نحب جوروبون علي قال وقصا راهوا اليسار بشقه القومي وشقه الماركسي كان دائما منفتح على الأطراف الأخرى ونحن نتذكر بعد اغتيال شكري مباشرة مقر الجبه شعبين فتح للجميع كل الأطراف التي كانت بإمكانها أن تكون بناتها قاس مشترك وبالتالي المسألة حتى اليسار بشقه لم يرفض الآخر بتاتا والتجربة بينت أنا كانت هناك مسار مشترك بين الجميع بابي نقطة ونغرقها حتى حاجكرا حب نقول أنه الرؤية لرئيس الجمهورية مع الأسف أنا اليوم قاعدين نتعامل ونحل في الواقع التونسي وكأننا احنا في وضع مريح وكأننا احنا معناش عشرة سنوات عجاف معناش خلال عشر سنوات تفتت الدولة تقريبا منتغية الدولة ما نعرفوش أنه سلطة الدولة تقسمت بين جماعات محلية بين لوبيات بين قواء غريب بين أحزاب بين ضفرين تسلط تحالف سياسي ولوبيات هي أصبحت أقوى من الدولة إذن هناك أولويات جديدة طريحت خلال أو اللي ترحى حتى رئيس الجمهورية هي الأولوية الرئيسية هي إعادة بناء الدولة بيه لأن بدون إعادة بناء الدولة التونسي لن يرى النور في آخر النفق والتذبذب اللي حكيت عليه أنت سيادتك فيما يتعلق بخوف التونسي أو الرضا إلى آخره فلازم لكي يبلغ التونسي أن يرتفع ترتفع نسبة الرضا يجب أن يرى النور في آخر النفق وهنا مسؤولية الحكومة مسؤولية رئيس الجمهورية أن تكون لها قدرة على إيضاح أو توضيح الوضع بأكثر جدية وأن تكون لديها قدرة اتصالية رفيعة وترفع في مستوى القدرة الاتصالية حتى توضح التحديات الحالية أو ما سماها رئيس بالإكراهات وطرح البداية إذن نجد أنفسنا اليوم أمام وضع ما نسميه هو وضع حرب وضع حرب في وضع الحرب وضع الحرب يجب أن تكون من الرد بالي برشا أو من مصطلحات الحرب بين ضفرعي حرب حرب على الواقع عليك تضد الأفراد التحديد ووضع الحرب هذا يتطلب إجراءات حرب وقوانين حرب وأسلوب ومنهجية تعامل انتح حرب ضد شنوها؟ ضد هالإكراهات الحالية التي ترتبت شكول العدو؟ العدو هي نتائج عشرة سنوات من الفساد عشرة سنوات من تدمير الدولة عشرة سنوات من تقسيم سلطات بين لوبيات فيما بينها عشرة سنوات من اتفاقية أو بضعة سنوات من اتفاقية باريس بين الشيخين عشرة سنوات هزوا البلاد في زاوية عشرة سنوات من عدم المحاسبة عشرة سنوات هذا هو العدو عندما تحدث على العدو مع الأسف رغم هالإجراءات هذه نجد اختراقات في البلاد ونجد ناس تترجى الدول المانحة أن تقوم بغلق الحنفيات بين قرسان المصطلح هذا ستعملها في عدد بن صالح وهناك من طلب المؤسسات دولية خلق غلق الحنفيات وغلق الحنفيات على بن صالح وأسقط رئيس الجمهورية مش قاعد يحكي لنا على حرب معناها أنا روي همني تونسي في هذا الكل هذا تحليلك أنت أنا همني تونسي في هذا الكل التونسي شنوه وقولولو اليوم أشي لازمنا نقولولو قلولو ركل حرب قلولو غيرو حرب ضد هذا روي فما عملية بناج سيزارقوني قال فما عملية بناج جديد أنت سيزارقوني قلت فما حرب هل السلطة السياسية تقولوا بما فيه الكفاية وواضحة في ذلك بما فيه الكفاية اعتقادي عليها أنا كراوح اليوم الداري من في بيليشة لأنا في حرب اعتقادي عليها أن تقول ذلك عليها من الآن أن نفسر الشعب التونسي أنه سيقوم بتضحيات كبرى خلال سنتين أو ثلاثة لأنه إذا انطلقنا من اليوم بعد مطمئر الاتحاد أنا نسمع أنه والله موقف الاتحاد لا 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 موقف الاتحاد سيكون مصطف هو اتحاد الأعراف أيضا إلى جانب الإصلاحات المستقبلية في البلاد الاتحاد اللي عنده مستوى معرفة مهم جدا وعنده مركز دراسات يعرف جدا أنه في وضعنا الحالي أنه نتجه لعشرة سنوات من الفساد اليوم علينا أن نقوم بإصلاحات مؤلمة في بعض الحيان وأن التكرفة الاجتماعية ستكون مؤلمة وعلى الشعب بكل أطيافة كل أطيافة من رجال عمال من طبقات شعبية من عمال من كل الشرح اجتماعية أن تستعد لتضحيات مستقبلية أوكي نجو منسمعك في الطرح هذا الحاجة الوحيدة هو أنه يخوفني وقت اللي نحكيه على حرب والعدو يكون تونسي تونسي خاتر ما حكيت ليش على حد براني ما حكيش على أفراد لا لا مش أفراد مش أفراد نحكيش على أفراد ياخي الممارسات شكو نعملها حسين سمحني ياخي ليكن تقول فيه شكو نعمل ما عملوش مثلا القضاء فاسد ما عملوش مثلا ما نعرش أنا لوبيات فتحة الأبو دونك الشاي في وسطنا دونك مش نحاربوا حاجات في وسطنا أمراض فينا من حساء البلاد أن يتحمل مسؤوليته تحمل المسؤولية تحمل المسؤولية في النورماليتي أكتويل في العالم هي النورماليتي ديموكراتيك تحمل المسؤولية النجم ونحكيه كان على تحمل المسؤولية السياسية بصندوق المسؤوليات الجزائية فيها محاكم وهي مسؤوليات فردية الأساسيات وهي مسؤوليات فردية مش محاكمة جماعية مش محاكمة جماعية ولك استعمل الخطاب هذا واستعمال الموجب متاع البوليميولوجي متاع لازمنا ندخلو في حرب الحرب تفترض حاجة انه ناس الكل تستفر القيادة متاحة وما تحكيش معها وانا مانش مستعد كشخص مش نحتيه مقف مش تحليل اني نستفر حد ما نجمش نقوله لي خاصة انه انا مانش في حرب انا في معركة بناء انا في معركة بناء ديمقراطي وبناء اقتصادي واجتماعي اليوم الفكرة الستينات والسبعينات والخمسينات انه راه الديمقراطية مؤجلة لانه العدو اسرائيل في الشرق والعدو التخلف فيه هنا والعدو هو الاستعمار ايه كلهم عداء له هذن والنجم نحاربوهم بالديمقراطية والنجم نحاربوهم والنجم نبنيو نعمل تنمية اقتصادية واجتماعية واحنا في ايطار نبنيو فيه ديمقراطية اللي قاعد يصير اليوم لا بناء اقتصادي واجتماعي ولا بناء ديمقراطي اليوم قاعدين نحطموا في كل شي باسم شنية باسم رغبة انتقامية في عملية سياسية على مساوئها حق تحد أدنى بنات كما قال سيحسن بنات دا معوجها 100% البيبان متاحها مهدع 100% السريق داخلين خارجين 100% ولكن الأولويات متاحنا اليوم يزمنا نحدوها شنية يزمنا نسكتو الكل شنية اللي يحطم التجارة متعدولة الوطنية بعد عمليات الاستقلال في الخمسينات وستينات شي اللي يخليها اليوم فاشلة هي فكرة هذية انو الأولويات لا والله لا شوفوا احنا مزلنا ماناش حاضرين للديمقراطية وراهي الديمقراطية نحبوها نعملوها مع صحابنا ما نعملوهاش مع الليجي هذا اللي قاعد يحكي فيه رئيس الدولة ولكن حتى عمليات البناء يحكي عليها سيحسن باهي فما ناس معارضين للتمجهة للرئيس خليهم مع لجنة بمثال حركة الشعب اعتقدني انك تقريب لقى حركة الشعب في حاسد اصدقائك اصدقائك في حركة الشعب واصدقائنا في حركة الشعب شاورونا شاورونا سيد رئيس لاتحاد العام التونسي الشغل بيجلالي قدره مش شريك في البلاد لا لا شريك في الدولة الاتحاد العام التونسي الشغل شريك في الدولة ما هوش قاعد يتشاور اليوم شنية الوثيقة الوقت اللي خرجت الوثيقة لو كان ما خرجت هاش الوثيقة متع المفاوضات مع الفهمية كنا نسمعوا بها المشروع الميزانية معك أنت ليس السيدة الوزيرة المالية أنت تشغل فيها تقولها لبلان بي تقولك لكل حديث الحديث هنا هو نرمان ما في القجر عند البلان زيد مش لبلان بي نظريا يعني في عملية البناء هذه باسم أني أنا نحب نقضي على ما حصل طيلة عشر سنوات نضيع كل شيء ونضيع البوصلات الكلها بوصلت الديمقراطية وبوصلت الاقتصاد وبوصلت المجتمع ونمشي وحدي بأي لا عليش تحبونا نكونوا عندهم نثيقة في شخص صحبي الخلفاوي برغم شرعية والانتخابية صحبي الخلفاوي ماشي واحده في الثنين صحبي الخلفاوي أحسن الزرجوني السؤال هو الآن التونسي همه في هذا ولا الديمقراطية همه لا ما تهموش حقيقة التونسي أتونسيون نسميه نحن المجتمع السياسي اللي متكون من ناس متضلعين آناليست وصحفيين وسياسيين هذو ما دورهم تنوير دورهم أنه يفيقوا الناس دوروا أنك محمد دورك أنك تقولوا الكلام اللي قاعد تقول فيه يومياً وتعاودوا حتى الناس تتفهموا أي خيال الحقيقة تحت تونسي اليوم وخاصة في الوضع ذايا اللي يسميها كاليفيبر حرب من عند حسن هو تونسي اليوم اليوم تب اليوم غزيني شاعرين أنه ما عادش يلوج على شنه اللي يصير في الشق نلعه سمحني برنامجك مشهور وناجح لكن اليوم فد من الأمور على الشأن العام ولا يحب عائلته صحابه ناسه وفي البوطقة أو الصغيرة عليك عليش وقت يسترى هذك سنوه علامت سنوه علامت أنه فد علامت أنه تعب في السوسيولوجيا معروفة ووقت تبدأ كنت تعبوا المدو القطعية العبد بارك فعلا اليوم اليوم هك خليه هو وقفالي سنوه لقد تبدأ كنت تعبوا المدو القطعية نعم ليوم تذا يبدأ لكلاس معين يعادة في حاجة في بعبوحة تولي تحب الحرية ودمقراتية أحبر مطيح لكلاس معين en crise économique وصفة قريباً تولي عنده يطلتون اتريعي شيء ميكانيك بلوش كذا الاتريعة ستحصل على طفل السلطة وحتى الدكتوريال ستحصل على الخوف موجود لأنه حويش عشناها في تونس والبلدان العربية والسلامية عارفتهم ساعي أول حاجة كنبيعه حلمة حلمة أوتوبيك معانيتها صعبة التحقيق وقت تبيحها للناس والشعب وأنك يصاب عليك تحقيقها تولي صعيب تولي جديد مع شعبك وتقول لهم من ذاك وكما قال حسين حرب أنا في حرب هذي نسكر له فمه ليه ناس ما خليهش تخرج الأرقام وذلك درعش نوع وكل واحد تعطيه تولي تتحكم فيهم تولي قناة هذه مش مني أنا اللي ما نجحتش في مشروعي من الآخر اللي ما خليهش ننجح صارت معانيتها كثير وكثير مرات ثم عندك حاجة أخرى كان مش هو اللي بعده اللي بعده هو اللي بياخذ المش شفناها مع قاسم شفناها مع قاسم شفناها مع صدام شفناها ديما أكل بيئ حلمة وما قدش روعه لأسباب عدة اللي بعده يحسن ما عاشتش بتصدق باهي ما عاشتش بتصدق لأنه إدجار بيزاني لا لا إدجار بيزانيف اللي ما عاش قال ليراكا بيلو بريت ساريوسيت حد ما يزيد على ما عاشتش بتصدق اللي ما عاشتش تقول لذلك عندما يحدث بشيء الحق في حلم وتصير ربطور اللي بعده من يمكن يعمل قبضة حديدة يحسن من فشل راهو مش قيس عيد من فشل اللي نور طوله صوته خمس سنواته عشرة سنواته من فشل في الحكم في البلاد مسمعين ولا لا يسمعكم مسمعين مخاطرة رقم واحد هي هذي المخاطرة رقم اثنين اللي راهب وبسرعة المخاطرة رقم اثنين هي كونه هاللي بيية ذوما المانحين واللي عاون وفي تونس وكل شيء يقولك داب الراسك أنا حسب رأي المخاطرة ديها أنا نقول أنا تونس هي ان فيروس ستراتيجيك للأوروبة ما ينبانو لسيطانبي بسرعة واخر مخاطرة وكمام معناتها هي المخاطرة الاقتصادية اللي تاو حبيت جرنا فيها سيلياسو عاوجستو تيت خاطر الشعب ميراك كان هذك راهو كيرا لسالاغ وشهاري بداوي يوخروا كيراو انو السميد مش موجود كيراو انو الزيت مش موجود وبشوي فما معناتا ما نقولش بشائر مع تبريتو مع هذا اذاك قاعدين يراو فيه يوميا وبدأوا يخافوا منه دوك من غادي جيتا كل واحدة خلاص السيحسين دوك الخوف اذاك في علم السوكين اكبر مخاطرة تعيشها تونس وبش تعيشها تونس وان شاء الله يا ربي ما تجينيش هي المخاطرة الاجتماعية الاقتصادية سيحسين قصار في علاقة بالعلم السوكين والعلم الاجتماعية فكرة التشائم والتشائم والتفائل هذو موجودين معناها جدير اسكو سي امبيريك في اخر المطاف نعنا ديز انديكاتور ناجم نسلو بعض اسئلة ليفهم ذلك فيما يتعلق بال سيوان كان الوضع على العائلة الوضع في المحيط الوضع في الشغل وإلى خير ايش نعرف عطون سيليوم مالا سيحسين جلوبال ما شنعرف عطون سيليوم نعم التونسي التونسي كما قلت لك وبيك ينتظر في حاجة في نور في اخر نفقة اليوم كيقولوا المنحين يحكي حسن في ارتباط ايضا بالتمويل متع الميزانية والتمويل هذا معقول جدا اليوم المنحين كانوا غالقين الحنفيات ايضا ثم هناك اشياء تابعتهم بسببهم هما هناك اشياء ايضا بسبب الترقيم متاعنا وهناك ايضا من يترجعهم ايضا حقيقة ان هذا بش يغلقوا الحنفيات اليوم عندما بش جيد تمويلات اللي هي تنتظر فيه مسألة وحيدة عندما يطرح البنك العالمي يجب الاتفاق داخليها في تونس هو لا يعني رأوا حزب اكس ولا حزب جراغ انه يتفق مع مرايج جمهورية يعني المؤسسات هذه طالبة طرفين اساسيين طالبة الاتفاق مرايج جمهورية مع اتحاد شغل وطالبة الاتفاق من اتحاد العراف وهذا الاتفاق هو قائم زميلي تحدث انه الرئيس ما يتحدث مع اتحاد شغل من قال ان الرئيس لا يتحدث اتحاد شغل قال اتحاد شغل قال هناك هناك حوارات وانا متأكد ان هناك حوارات اما الثنائيات او اما لكن ثم اتفاق بعد مؤتمر الاتحاد نقولها هنا جسد بعد مؤتمر الاتحاد سيصار الى عمل المشترك بين 3 مؤسسات حسن القصاري فضلك ديما معنا في حدود سؤالي هل تعتبر انه التونسي التونسي فضلك قادر انه ينخرط في مشروع هذا في مشروع اللي قاعد يقترح فيه رئيس الجمهوري مشروع الحرب اللي تحكي في سياتك هل هو قادر انه ينخرط فيه اليوم التونسي شنو قابلته زادة انه مجرد انا نسبت لا نفهمها سياريس مجرد وحسن البي مجرد انا نسبت الرضا على رئيس الجمهورية هي ما تزال نسبة مرتفعة ومهمة عالية فهذا يعني انه مزال التونسي على القجور تعرفوا انه انتو ما احنا نعرف انه جوسبان سرطان ممان نسبة رئيس حكومة نسبة الرضا عنده 22% هولاند 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 ساركوزي مكران هولاند هولاند تقريبا في نصف مستوى الرضا هولاند هولاند هو ديكتاتور هل انه انتو ما ريتوا لبوت ريتوا العسكر القدامي ذاعتكم ريتوا رفض انه ذهما اجهز الدولة ترفضكم او اتصل بكم تقولكم يجب لعدم الحديث على المسألة الفلانية او الحديث على المسألة الفلانية انه اليوم 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 تجميد البرلمان تجميد البرلمان نشأ عن مجلة انتخابية وعن قوانين نشأت عن 2011 فيها توافقات بين لوبيات مهمة جدا وبين احزاب قسمت السلطة فيما بينها وذلك يجب ان يتوقف لاعادة بناء جديد على اسوص ديمقراطية حقيقية لن يكون للاعلام الخيب نحكيش لعلام البي لعلام كيفاش نعرفه لعلام الخيب اليسر الغربي كيفاش نعرفه به ولا خيب بنا منعرفش لفتر تفق كل الملاحظين تتفقوا انه الانتخابات 2011 والانتخابات 2014 وكل ما ترتب جيبني رسوليس حسين كيفاش نعرفه التلفزة الوطنية اليوم اعلام به اني متعدي كان في صوت واحد برك به ولا خيب لا مفروض لا معناه اعلام به ولا خيب التلفزة الوطنية لازم لازم تكون ديما لحملات الدعوات الاعلام اللي تدعو للمشاركة في الاستشارة الوطنية الناس اللي تشارك في التلفزة الوطنية يبهب تتعاون في الحملة في الاستشارة الالكترونية ذاك اعلام به ولا خيب اعلام بالنسبة لي خط الاستشارة لا 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 سؤال واحد نحكي على التلفزة الوطنية اللي عاملة كل شي بيش تنجح مشروع الرئيس بدون أن تدعو أي صوت مخالف ومعارض للرئيس في التلفزي تعلن به ولا خايف مفروض خايف مفروض خايف سحبي سؤالي سؤالي هو خاتر يا بكود في كلمك كنا نجم وقوله هل أنه تم تزوير إرادة نخفر في الوحداش ما تمش تزوير نعم عن ما تزوير سيدة ضيوفي نحاول الآن نكون مقتضبين في جباتنا نعرف اللي موضوع حساس وطويل ويجزموا أكثر من حسا لكن ما زلنا أربع ساعة نحن نأخذ خمسة دقائق خمسة دقائق خليك تجاوب سيدة حسان على الخطيئة الأصلية رئيس الجمهورية يقول يا جماعة نهار 14 تم الإنقلاب على نهار 17 ومن وقتها فما مغالطة كبرى داخل البلاد هل نختلفه هل نختلفه أنه في الانتخابات في الوحداش وزعت القفاف للناخبين أو هل نختلفه أنه وزعت الأضاحي على سي حسان هل نختلفه أنه وزع المال أمام مراكز الانتخابات كنت تسمح الفكرة هي تزوير إرادة الناخب شمعانت شكرا خلنكمل لك فضلك يا سي حسان يعيشك على أساس أنه هل هذا اللي تقول فيه أنت والي هو صار هل هذا غير نتائج الانتخابات هل هو كان قادر أنه يغير نتائج الانتخابات هل هو موجود رجل الانتخابات ستة شهر قبل الانتخابات عام 2011 قعدوا 37% النهضة والباقي مع هذا تكاتل وPDB مع هذا سنة با شانجي بكول أدن ومبعد عام 2014 نفس الشي 37-38% النهضة 27-28% النهضة وكانت مشي تاوى للخلوة كانت مشي لخلوة تجيل ما خليتش لخلوة مع هذا هذه ذريعة حتى المؤسسة العالمية قالوا فما بعض الأمور ديك ما غيرتش بطريقة سبستانسيال معنا دي جذريا المرور على لا 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 سمحني سمحني تحليل تحليل هاو نيجي سمحني تحليل نيجي انتي تصور روح ولد من هذا عام 2014 ترقى روحك عامل توافق بعد شهر من الانتخابات وتصور روحك انتي ولدني ده نهار قبل الانتخابات ترقى روحك مع النهضة غادي وين ال دوز الليكتو غا مرقاوش روحهم في الوضعية جديدة دي متاع التوافق وقد شنوني صار 2018 صار ان ديبوت العلوم السياسية ديبوت هكا كونسيانس وتوينسا صوتو ثلاثة وثلاثين في المئة منهم صوتو المستقلين في البلديات ثم ثم لشكون صوتو في اخر المطاف في الرئاسية الواحد مستقل بلين صوت معناتها هذا هو محدد البلديات هو غير انتخابات قيسة سعيد نتاج زد كذلك للعشرية هو نتاج انتخابات 2011 ومنظومة انتخابات 2014 هي نفسها منظومة انتخابات 2019 ومنظومة انتخابات 2019 بمساويها بمقرونتها بخبزها بطهورها طلعت قيسة سعيد قيسة سعيد لأنه ما نجموش نطيشوها الكل على اساس انها منظومة فاسدة لأنه جاء قيسة سعيد في ظرف استثنائي ولم يوجد له بديل مقابل يوزن في الحالات هذية قيسة سعيد هو نتاج لرفض الشعب التونسي للعشرية وبالتالي الاجراءات اللي قام بها فيما بعد هي تعكس ما طلب منه من قبل الشعب اليوم نجيو نشوف الاجراءات قيسة سعيد يجيو نعملوا صنداج يعملها حسن ولا أي مؤسسة أخرى يجيسل الشعب الآن كنتم أراضين على تجميد البرلمان ستجد النسبة الأكبر مع ذلك في اليوم دموقراتياً بالمنطقة الديموقراتي فما قام به قيسة سعيد فإنما يعكس إرادة الشعب هات نشوف هالإرادة هذية دور المنورين كيف ما سي محمد دورهم والإعلام أنه يفيق الناس على المخاطر هات نمشيو للصندي أحنا اليوم وقت اللي تجي تقول يراه 22-26 التونسي موقع أنا أموري اقتصادية واجتماعية بالأساس يتهمني 22-26 الدولة التونسية مقترحة على نفسها أنها ترفع دعا مقترحة على نفسها أنها تجمد الأجور مقترحة على نفسها في علاقة بتبعي تحل بالله هذا التونسي وهذا شكور رئيسه هاي سسعيد وهذا شكور البيلوت نجلبه دن بمفعول بمفعول 117 اللي فيه كل الصلاحيات هذا الواقع هذا الواقع نوكل هذا الواقع هذا مرة أخرى حسين ليكنت الكلمة ومن بعد سيموحام ومن بعد سيموحام لا لا لحب ناخذ كلمة لكو سوسيال كيف كيف سيتعامل التونسي استردينك على ذلك أستاذ في علم السكين وعلومة الاجتماعية أشي أشي قولنا هذا على التونسي في المستقبل قادر أنه يتفعل مع ذلك قادر أنه هو يخلق الثروة يفهم اللي رهه ما هوش في نجم يقعد عالى على نفسه على العالم يجب أن يخلق ثروته يجب أن يخلق خبزته يجب أن يطير خبزته كيف يعمل التونسي في هذا اقتصادية الاجتماعية التي يتم هي ضرورية ليعادة تحريك آلة الاقتصادية لها الاقتصادية الاجتماعية التي طلبها البنك العالمي ولا مش حتى فقط البنك العالمي حتى المختصية حتى الاتحاد حتى سامي العوادي ولا كل البحثين ولا حبيب الكراولي ولا غيره يقول لك علينا أن نقوم بإصلاحات وداخل هذه الإصلاحات لازم شيء من منورة بما معناها مثلا إذا رفعنا صندوق دعم لكن لازم نتحويل المساعدة الاجتماعية لطبقاتنا كذلك فقر تخفيض الكتلة الأجور لا تتم بتخفيض خطرجات فترة يقولوا بشي خفضوا في الأجور لا مش بضرورة بالشكل لكن تسريح محسوب كيف ستفعل التونسي مع ذلك فمش كل قاعد يخدم على هذا التونسي كيف يتفعل مع هذا يجب حملة إعلامية مهمة يجب تفسير لازم التخفيض في تآثار هرتكرفة الاجتماعية وهذه لازم من الحكومة تخدم بسياستها يلا سيحسن ومبعطي محمد دينار بشي تحط اللي يعطيوهم للتونسي في الترانسفير سوسيو بشي يعطيوهم على الكompensation بشي يعطيوهم على السببنسيون 14 فا 6 هذا تزيدهم على 22 مليار متاع لسالير هذا وكلو بشي تحط عند التونسي و بشي يخدرهم نوعا ما لأنه مش الناس كل تخدم عند الدولة لكن تساهم ثم عندك 7 و 8 مليارات دينارات بشي يجيو من الخارج ثم روينو معند التونسا اللي يعاونو يعاونو في عائلاتهم في تونس تاعبين وزيد البريفي بشي يعطي 15-16 مليار نجيو قد 60 مليار دينار متاع ليديبنس دي تونسيين أنا مش متقلق برشا من أنه العام الجي بشي يكون معنتها لومينيمم لكن سي سان زمبيسيان بفميش تموه بفميش معنتها هدف أنه نبدلو الاقتصاد متاعنا وننمو ونعملو دي تود كواسانس أكبر من الانفلاسيان اللي يبش تكون 6-7% سي سيخطان اللي لازمنا نخمو في الدفلوبمان في الرجيهات إينا اللي مقلقني هو دي موقتي نعملو رستركتوراسيان راهو كيف ما تونسي كيف ما تونسي جمهوري راهو أكبر غلطة هي أنه نعملو دي كوست كيلينج أنه زعما نحيو المصاريف ولا نقصو من الشهريات العبادور لازم تعمل النوفو موديل النوفو موديل اللي يخلق لك أسواق جديدة يخلق لك نشاطات جديدة أنا نخمم في الكسب مش في المصروف كنتكبرلي الكسب معاش يهمني المصروف أنا أنا منش متقلق من الماس السالغيال متعلي فونكشونير إذا البيي بي بتاع تونس يكبروا ينمو أكثر ما فمش حتى مشكلة أنا أنا اللي نصنع فيه من سيد الرئيس أنه نظافة لدين أوكي الكفاءة في التسيير الاقتصادي والاجتماعي هذا نوع من نظافة لدين من دون النظافة هذية العقلية الفكرية التقنية راه نظافة لدين تكوخ ما تنفعش وما توصل حتى نحاب نبدأ من 67% متع رئيس الدولة ليس حبا في قائص صعيد وإنما كرها في بقية الطبقة السياسية متع العشر سنين الأخرين أعتقد أنه صحيح 80% أبسنا نعطيك الرقم 80% من 67% لسبب اللي قلته بالضبط سيموح من بعد من بعد شنية عندنا عندنا أنه رغم الشعبية هذية ورغم اللي يمكن حتى فيه كان تصير انتخابات يمكن معاشر كان تصير ولا ما تصير ولكن كان صارت انتخابات الناس مش تصوت له ولكن الانخيرات انتع تنسى في مشروع رئيس الدولة في الاستشارة الوطنية قديش حجم المشاركة ميتين ألف ميتين ألف سيد ديري زوار رغم تجنيد الدولة واستغلال أجهز الدولة وحطان للناس اللي متحاسبين مع مجموعات القيسيون رغم هذا الكل ما فماش انخراط في مشروع رئيس الدولة مانك دو فيزيون عند التواسع على شنية هالمشروع هذي التواسع ما حاشتهمش إذا كان بنحكي بمنطق الأغلبية وما يريده المستمعون ما حاشتهمش بمشروع بناء قاعدي لا لا حاشتهم بحاجة أخرى تنمية اقتصادية تنمية اجتماعية محمد ساحبي الخلفوي تقيقة ونص الآن مش تختم وما بش كل واحد تحتيت تقيقة ونص تفضل الأشهر القادمة سي محمد الساحبي الخلفوي أنا على عكس يحصن متشائم جدا متشائم متشائم جدا لأنه الراپور اللي يحكيوا على تونس الكل كوسسوى دافوس تحكي على خطر انفيلات الدولة وانهيار الدولة الفامي يحكي على انكريس سوسيال ماجر والبروفوند البنك المركزي متقلق الفلوس ماناش عارفين منين بش نجيبوهم وماناش خارجين ولذا لابد اليوم إذا كان فما عقل وفما شكوني نجم يسمع وأشك في ذلك تماما أو على الأقل الناس اللي يمسان دا تمشي رئيس الدولة على الأقل تحاول هي تضغط عليه إنه تقول اليوم راهم من نجموش نكملوا بالطريقة هذية إن لوكوموتيف ما عندها حتى فكرة على اللي رام اللي وراها أو اللي لام اللي وراها وتزاد مها كاكة وبعد في الأخر بشي تقطع لحبل لوكوموتيف بشي تكمل وحدها واللي وراها الكل بشي تتيح اتفضل سي حسن هذه رأيتي صاحب القلفوي أنا متشائل متشائل بمعنى أنه في جانب معين التمويلات ستأتي احنا على حدود ليبيا ليبيا في وضع مهزوز لن تجرى أي قوة دولية لا بنك عالمي لا دول غربية أنها تضحي بتونس وتجعلها تسقط باعتبار ولهذا سننتحصل على ما نحتاجه من التمويلات تبقى بكيفية إعادة استعمال هذه التمويلات بشكل جدي الذي يعيد تحريك آلة الإنتاجية وأيضا تطوير النمو هذا هو المطلوب أعتقد أن تتونسي في هذا الكل مهم أعتقد أن تتونسي بشي تبيع تحال بحضل سيحسن أنا بسم الأن أنا تتفاصل لبطي ميزوز وميزوز 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 نقول بوزيتيف بوزيتيف علش لأنه في آخر المطاف شنو نستحقه نحن من هذه النسبة والمنسوب بتاع ثيقة العالي لرئيس الجمهورية هو أنه يعطينا ثيقة يعطي ثيقة لي لزوبراتور يكونوميك يعطي ثيقة للناس ويعطيهم شحنة تدفعهم أنهم يخدموا أكثر يخدموا خير يحسنوا مردودهم يحسنوا إنتاجيتهم أنا نتصور أنه في وقت من الأوقات سيد رئيس بشيعمل كيف ما توماس تنكغا عام 83 و 85 و 86 بشيجي لتوانس يقولهم آية بشي نقوموا سباح 16 سباح الكلنا وثمانية الناس كل قدام خدمتها والمعمل متاعوا البيغ متاعوا ونبدأوا ونخدموا ونبنيوا هاتوا نساديا الكلنا نشمروا على يدينا وتبعوني ها و أنا بشي نخدم وانتم تخدموا والناس كل تخدم علي الخاطر احنا في دراساتنا شنو تقول أنه الشباب اليوم قاعد يخمم كان مش كان في أنه يحرق ويقطع لا يخمم في ضربة احنا هكا عمنا دراسة تاو تقول ضربة يحب يضب ضربته هكا ضربة في البرومو سبور ضربة في كل بلانات ضربة ضربة يقلب قلبه ويربح وكهول هذا يا هو أنا مذبية كان سيد رئيس يغتنم فرصة أنه الشعب عاديه ثق وماشي معاه وكل يكتبوا عليك وكلوا الحياة رأيه مش ضربة الحياة ما سيرة وأنك يا تونسي رأوا الفلوس مش موجودة فماش فلوس موجودة ستوك باكو اسمه فساد مش ناخذوا منه فلوس وفلوس مش موجودة في ستوك في أوروبا سمحني غافوا أحلام غافوا أحلام يقل ليه ومش فلوس موجودة وينو البيترول تحت سقينا لا تونس فقيرة لكن غنية برجالها وينساها إذا يخدموا وهذا خيس عيد مجبور يوم ما بشيكون لكل ماذا لأنه مصير وهو ومصير تونس بشيكون في الخطر إذا ما نعطيهش قيمة للعمل ولا إنتاج وللإنتاج وخلق الثروة مخنى وبيدينا شكرا لكم سيد المستمعين إن شاء الله ما كناش تتقال عليكم ساعات فهم برشا كلام في البلاتو ونتكلم في بعضنا لكن محبلتون كان لك قادة في الدار ما قلت إلاك قادة في عشي في الدار هي سنة انتخابية ولا موش سنة انتخابية لا يعرفش سنة انتخابية ياخي هذي سنة انتخابية دوخي ترشوف بالحزي بوش بالحزي هذي كذلك الدباء الدباء هذي الدباء الجاي